طيب خلونا نروح كمان لموضوع شغل الرأي العام والحقيقة لازم نعترف انه الانتخابات الرئاسية الامريكية انتخابات غير غير اي انتخابات بتحصل في كل دول العالم غير الانتخابات المصرية غير الانتخابات السويدية غير الانتخابات البريطانية امريكا غير الانتخابات الرئاسية الحقيقة فيلم امريكاني اكشن من العار الفقيل مصروف عليه ومتكلف ومبهر الحقيقة يعني أنا أتحدى أن أي مواطن في أي دولة في العالم يكون بيتابع انتخابات رئاسية في العالم كله زي ما بيتابع الانتخابات الرئاسية بنستنىها الحقيقة كل أربع سنين عشان نتفرج على المصرحية الحلوة دي والفيلم المصرحية هذه المرة أبطالها دونالد ترامب المرشح الجمهوري وهيلاري كلينتون المرشحة الديموقراطية والموضوع كان ماشي تتا تت تتا تت يعني راس براس قدم بقدم كده وشفنا من حوالي أسبوعين المناظرة الأولى لصهارتنا حد أربعة الصبح وكان فيها تفوق نسبي لهيلاري كلينتون وفقا للصحف والإعلام الأمريكي النهاردة بالليل فجرا كمان أدعوكم للصهر عشان المناظرة التانية بس المناظرة التانية النهاردة جاية في ظروف مختلفة تباما عن المناظرة الأولى أول مبارح ظهر تسجيل صوتي لفيديو مكالمة هاتفية قديمة لدونالد ترامب اعتبرت أنها فضيحة جنسية أخلاقية ترامب كان بيكلم واحد صديقه وبيكلم فيه وبيقول أنه الست تده لحاجة حلوة قوي وأن أنت تعرف تعلق أو تصطاد الست سهل خصوصا لما تكون نجم خصوصا لما تكون شخصية عامة أن أنت توقع الفتاة والبنت فيه شئ أنا بقول لكم الكلام اللائق اللي ينفع يتقال هو قاله طبعا بقى ألفاظ قبيحة وجنسية فاضحة فبيقوله صديقه كده أن أنت توقع الست خصوصا لما تكون حلوة وإنت نجم سهل وكفاية أن أنت مش عارف تقوم عامل إيه عامل إيه دي بقى مصيبة سودة ما ينفعش أقولها لكم وتعامل إيه فتقوم كذا فالحقيقة نشر إحدى الصحف الأمريكية لهذا الفيديو أو هذا التسجيل الصوتي القديم لدونالد ترامب حول الدفة تماما وده طبعا صب في مصلحة هيلاري كلينتون لدرجة أنه فيه كتير من أعضاء الحزب الجمهوري اللي هو مرشحهم سحبوا ترشحهم لدونالد ترامب أحد عمد الولايات الأمريكية الجمهوريين اللي مرشح ترامب قال أنا بسحب ترشيحي ولا يشرفني أن أرشح هذا الرجل لأنه أساء للمرأة والفتاة والأنثى الأمريكية وفيه تحرش وفيه كذا وفيه كذا وفيه كذا وفيه كذا إلى أي مدى ده حيأثر على المناظرة النهاردة بالليل حنشوف خلونا نشوف تقرير عن السباق المحتدم في الوصول إلى كرسي البيت الأبيض ونرجع نكمل كده كعادته موثيرا للجدل إنه دونالد ترامب المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية التي نشرت صحيفة واشنطن بوست مقطع فيديو له يعود لعام 2005 مدليا بتعليقات بذيئة ويتفخر بمحاولة تحرشه بسيداته فضيحة كانت من العيار الثقيل على ترامب الذي نشر فيديو يعتذر فيه عن تصريحاته أعتذر لم يكن شفيعا له حتى أمام الجمهوريين أنفسهم حيث أعلن ما لا يقل عن عشرة نواب جمهوريين أنهم لن يصوتوا لترامب في مقدمتهم جاماكين وبول ريان رئيس مجلس النواب الجمهوري الذي قال إنه شعر بالغثيان مما سمعه كما سحب دعوته لترامب لحضور مهرجان للحزب الجمهوري في ولاية ويسكنسون كما دعاه آخرون للانسحاب والذين كان من بينهم وزيرة الخارجية السابقة كوندليزا رايس دعوة لم تلقى ترحيبا عند ترامب الذي أكد أنه لن ينسحب أبدا فضيحة لترامب أحرزت هدفا في مرمى ومرمى الجمهوريين لصالح الديمقراطيين الذين علقت مرشحتهم هيلري كلينتون على تصريحات ترامب بأنها مرعبة إلا أن كلينتون لن تسلم من نيراني منافسها الذي حاول صرف أثر تصريحاته المسيئة المرأة عبر مهاجمة زوجها الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون متهما بأنها أرهبت وفضحت ضحايا مضيفا انتظروني في المناظرة المقبلة والتي يرى محللون كثيرون أنها ستكون أكثر إثارة عن سبقتها